أقتصب معكم هذا الصباح بعض التساؤلات التي عشتها ونحن في صدد تقديم أولى قرار إنجاز هذه الدراسة كانت تخالجني تساؤلات شخصية أولاً لقناعة بهذا الموضوع ومؤسساتي كمجلس وطني الحقوق الإنسان حول القيمة المضافة لهذه الدراسة تعلمون جميعاً والذين يهتمون بهذا الموضوع أن هناك إنجازات كبيرة وأبحاث في هذا الموضوع كما أننا نتوفر حتى بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على معطيات حول الظاهرة تزويج الطفلات والتحليل النسقي لعدد من الشكايات الأطفال التي نتوصل بها بالمجلس عن طريق آلية حماية الأطفال تظهر لنا كل هذه المعطيات بعض العواقب الاجتماعية لتزويج الطفلات سواء على الأسر أو على الأفراد إلا أن الدراسة ما يهمنا فيها هي ما هي الاعتبارات القانونية التي يعتمدها القضاة لظاهرة تزويج الطفلات والتي تفيد مجالات تدخلنا على ثلاثة أو لا مجالات الدراسة على ثلاثة مستويات المستوى الأول معيار مفاهيمي ذلك أن تحليل التعليلات أو الاعتبارات القضائية يعطينا بالإضافة إلى فهم المصاري القضائي تزويج الطفلات إمكانية معرفة تمثل كل من القضاة الذين يصدرون الإذن بتزويج الطفلات وباقي المتدخلين في معالجة طلبات التزويج من خلال مبدأ المصلحة الفضلة للطفل وأبانت لنا الدراسة أنه يبقى مفهوما مجردا إذا لم تتوفر على أدوات عملية لتنزيله بمعنى أنه يبقى مفهوما ملتبسا في اتخاذ الاعتبارات لأخذ قراري أو للإذن للتزويجات إذن نحن بحاجة اليوم لبلورة فهم إجراء مستري موحد لهذا المفهوم الذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل مفهوما ديناميكيا يتعلق في نفس الوقت بالأطفال كمجموعة بشرية وبالطفل كطفل كفرض كذلك إنه المفهوم دي المصلحة الفضلة للطفل مبدأ وحق وإجراء مستري كما جاء في الملاحظة العامة 14 للأمم المتحدة وله علاقة عضوية مع مبدأ المشاركة فلا مصلحة فضلة دون إشراك الأطفال في سيرورة اتخاذ القرار المستوى الثاني ترافعي حيث إننا نبغي من خلاله إعطاء دفعة لعملنا الترافعي كمؤسسة وطنية تصب لجعل قواليننا الوطنية تتلاءم مع كل التلاءم مع الاتفاقية الدولية وشركاؤنا المهمين والأساسيين هم المجتمع المدني في هذا الترافع وهنا أريد أن أذكر لتوصية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي جاءت في مناسبتين عقب افتحاص التقرير الدولي الثاني وكذلك عقب افتحاص التقريرين الدوريين الثالث والرابع الذين قدم في وثيقة واحدة كما يعرف الجميع إنها جاءت في التقرير السنوي الأخير في المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهي إعداد مدونة شاملة للطفولة تتضمن جميع القوانين التي لها علاقة بحقوق الطفل وتأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية كما أن المجلس كان قد أبدأ رأيه في مواد مدونة الطفل خلال الحملة التي سبق وأن قمنا بها سنة 2019 كما قدمنا عدد من الملاحظات خلال تقديمنا لمشروع مدونة المسطرة المدنية المستوى الثالث في إذكاء الحقوقي وفي إعادة النظر في المعايير الاجتماعية الحماية للطفولة كما تعلمون الظاهرة مركبة ولا تكفي القوانين لوحدها للحد منها وهنا يمكن التساؤل على وطيرة إنجاز السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة نعرف بأن هناك سياسة مندمجة تم بلورتها والمصادقة عليه في 2015 إلى حدود 2025 عشر سنوات وبشكل خاص الهدف الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية الهدف الاستراتيجي الرابع المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية لحماية الأطفال الذي يتشكل من ستة أهداف فرعية تسير كلها في اتجاه النهوض بهذه المعايير الاجتماعية وبتشبع كل المتدخلين بتقافة حقوق الطفل هذه الدراسة السيدات والسادة أعتبرها أولية وأقترح على شريكنا لويس مغا الشيغاني وقد ناقشنا قبل دخولنا لهذا الافتتاح بالعمل أولا على متابعة ما جاءت به من إشكاليات تحيينها وجعلها خاصة دراسة ديناميكية كما قلت حسب التحولات التي نعيشها قانونيا اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا بالأساس كما وشا بالنسبة لمفهومي المصلحة الفضلة للطفل وقلت بأن هناك التباس في إعمال هذا المفهوم من طرف خلال الاعتبارات التي يتم الاعتماد عليها في القرارات القضائية على أن تكون هذه المتابعة موضوع اشتغال وتتبع وتحيين متواصل فيما بيننا وهي الشراكة التي سنطلقها خلال السنة المقبلة يعني بعد أيام من اليوم الدراسة أتارت الحضور الكريم إشكاليات نبهتنا إلى الانتقال من دراسة الوقع الانتقال من دراسة الأطر وبشكل خاص الأطر عبر الانتقال جنرارسيونال ما بين خليد يمكن هو اللي قلل الأطر عبر جيلي عبر جيلي انتقال جنرارسيونال مشي الأجيل فيما يخص تداعيات هذه الظاهرة على الطفلات والولوج إلى الحقوق الأساسية إن بطبيعة الحال في هذا العمل المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون لنا كذلك تواصل مستمر ودائم خلال هذا العمل المشترك في تحيين أطر هذه الدراسة وفي إعمال قواعد ومعايير أو لمؤشرات لاتخاذ المعيار ومفهوم المصلحة الفضلة للطفل ستكون لنا لقاءات متواصلة مع كل الفاعلين المؤسستيين وغير المؤسستيين فعلا نتمكن جميعا من أن يكون هذا المفهوم هو المؤطر لقراراتنا القضائية والأساسي في سياستنا العمومية وإدماجها والترافع حولها في الاستراتيجية الوطنية إذن شكرا لكم كانت هذه بعضا قلو الأفكار التي استنبطتها من الدراسة ليس فقط من الدراسة ولكن من عملنا كمجلس من عملنا كآلية وطنية لحماية الأطفال وانتصاف الأطفال من انتهاكات حقوق الإنسان لك الكلمة شيرمو زالي لبارول شيرمو الإعلان عن حقوق الأطفال ينص على أن مصلحة الطفل يجب أن يكون في قلب اهتمام الجميع وإذن فيما يتعلق مثلا بحصولهم على حق التمندرس في الفصل الخمسة نقطة باء إذن يجب أن يكون طبعا محاربة كل أشكال تميز ضد النساء وهنا كذلك مبدأ مصلحة الطفل تم تنصيص عليه من عدة فصول في الإعلان الإعلان الدولي حول حقوق الطفل إذن خمسة واحد باء إذن كل ما له طبعا علاقة بحماية الاجتماعية المستوى المحاكم والمصالح الإدارية أو المنظمات الشريعية إذن يجب أن تجعل مصلحة الطفل في قلب اهتمامتها وأولوياتها ولكن مع كل تقدم الحاصل على المستوى الدولي وحماية طبعا الفتيات القاصرات يعني التي تزوزنا قبل 18 سن إذن تراجع طبعا تزويد القاصرات بـ 15% لكن إذن هناك الكثير من عمل القيمة فهذا السدد في على جميع المستويات تواجه مع الدول إذن وكذلك على مستوى هدفة المستدامة الهدف خمسة نقطة ثلاثة المتعلق بتزويج الأطفال المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة إذن ننتظر طبعا نيتم تراجع هذا المستوى هذا النسبة بسنة 2030 بحل سنة 2030 إذن أود أن أشير إلى طبعا التبعات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأثر على صحة الأطفال وكذلك على مستوى تنمية الاقتصادية التي نود أن نمنحها طبعا للنساء مثلا كذلك على مستوى منحهم للعلاج وكذلك العمل المنزلي الذي لا يسلقون عنه أي مقابل ويظل أمامنا الكثير من العمل في هذا السدد أعتقد أن هذا يمكن أن يؤثر على الاستقلالية الاقتصادية والمشاركة الاجتماعية للأطفال وأن يكون هناك طبعا أثر مباشر وغير مباشر على المجتمع بصفة عامة وعنما تتمتع المرأة باستقلالية الاقتصادية يمكنها أن توقف مثلا علاقة ربما تتعرض فيها للعنف أو علاقة غير مناسبة لها إذن باسم صندق الأمم المتحدة للسكان نعبر لكم طبعا عن دعمنا الدائم لمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل المساوات بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات شكرا على حسن امتباهكم شكرا جزيلا صديقي لويسمورا على هذا الإطار أو لوضعتم فيه وعلى تذكيركم للإجراءات الأساسية لحماية الطفل أو الأطفال على رأسها طبعا ظاهرة أو الاهتمام بالمصلحة العامة للأطفال أود أن أشكر سيدة كارمين ممثلة مجلس أوروبا في المغرب على اهتمامها بهذا الموضوع نعرف أن مجلس أوروبا يتابع بهتمام هذه القضية إذن هذه القضية ليست مغربية وإنما هي قضية عالمية إذن نشكر سيدة على حضورها معنا والاهتمام الذي تعبر عنه وتعاونها طبعا مع المجلس الوطني لحق الإنسان الآن سأعطي الكلمة للسيدة ماليكا بالراضي عضوة المجلس وعضوة لجنة أو آلية لحماية الأطفال التي ستسير الجلسة الأولى المهمة ثم بعد ذلك سأعطي أو سيسير الجلسة الثانية سيد عبد الكريم الأعزاني الجلسة الثانية ستكون كذلك مهمة إذن البرنامج اليوم تكون من جلستين مهمتين نشيد بمشاركة طبعا جميع المصالح المختصة التي من شأنها أن تسلط الضوء ربما على الشراكة المقبلة مع الصندوق الأمم المتحدة للسكان وهما من شأنه طبعا أن يسمح لنا بمتابعة جميع كل ما له علاقة بهذه الدراسة إذن سأضعكم بين أيدي أمينة سأضعكم Wetedi جميع المقتربة اشتركوا في القناة